موسيقى أكد المجلس القطري للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على جاهزية الجبهة وكوادرها لخوض الانتخابات البرلمانية مع تماسكها بأهمية استمرار القائمة المشتركة وتوسيعها مع ضمان أسس سياسية واضحة وملزمة لكل الشركاء فيها كما وأقر المجلس عقد جلسته لانتخابات قائمة الجبهة للانتخابات المقبلة في الثالث عشر من آب الجاري بمدينة شفا عمر ودع الفروع بالبلاد إلى الاستعداد للحملة الانتخابية وتحقيق إنجاز سياسي هام وأكدت الجبهة على سعيها لأن تنتج الانتخابات كتلة برلمانية عربية يهودية وتضمن قيم المساواة والتمثيل الجندرية وشددت على موقفها الراسخي بعدم فصل الحقوق القومية عن الحقوق المدنية للجماهير العربية مؤكدة أن مكانة القضية الفلسطينية والاحتلال على رأس برنامجها السياسية في الانتخابات المقبلة استدعت الشرطة الإسرائيلية عضو الكنيسة عوفر كسيف للتحقيق تحت طائلة التحذير بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة بناء على توجيه المستشارة القضائية للحكومة وكانت الشرطة قد أعلنت عن توجهها للمستشارة القضائية للحكومة لطلب الموافقة على فتح تحقيق جنائي ضد النائب عوفر كسيف بزعم الاعتداء على رجال الشرطة ومنع قيام الشرطي بواجباته والتهديد والتدخل بعمل ضابط الشرطة في آداء واجباته يذكر أنه خلال شهر حزيران الماضي نشر مقطع مصور للنائب عوفر كسيف يتصدى لجندي في جيش الاحتلال حاول منعه من التقدم نحو مظاهرة تضامنية مناهضة لمخطط الاقتلاع في مسافر يطة وعممته وسائل الإعلام متهمة كسيف بالاعتداء على جنود الاحتلال الذين أحاطوا به وافقت المحكمة المركزية في بئر السبع على الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن وجمعية المخططين بما كوم باسم اللجنة المحلية لقرية وادي النعم مسلوبة الاعتراف وأهالي القرية وأصدرت المحكمة توجيهاتها للمجلس القطري لتخطيط والبناء بإجراء مداولة أخرى حول المخطط العام للقرية هذا وأكد المحامون الملتمسون عن أهالي القرية أن سلطات التخطيط قامت على مدار سنوات بالدوس على سكانها بواسطة قرارات خاطئة وغير مرتكزة إلى الوقائع وجاء في الحكمة أن قضية مساحة الحدود البيئية الواردة في المخطط والتي تبعد خمسة كيلومترات عن مفترق ناوت حفاف وتحول دون إنشاء أو التسوية القانونية للمنازل السكنية في هذا الحيز هي قضية هامة تؤثر على الكثير من السكان القاطنين في منطقة نفوذ المخطط رحب سكان قرية وادي النعم مسلوبة الاعتراف في النقب بقرار المحكمة المركزية في بئر السبع قبول الالتماس المقدم من كل من جمعية حقوق المواطن وجمعية المخططين بمكوم باسم اللجنة المحلية للقرية حيث أصدرت المحكمة توجيهاتها للمجلس القطري للتخطيط والبناء لإجراء مداولة أخرى حول المخطط طبعا نحن كلجنة محلية في فواد النعم نرحب بهذا القرار وهذا هو القرار الصائب نحن كل الوقت أملنا مع طاقة من المحامين وهذا أن يلغوا القرار المجحف للسكان وأنا أتأمل أن السلطة التوطين البدء من اليوم مطالع ما تسوي أي قرارات بدون تشاور مع الأهل وكتب نائب رئيس المحكمة المركزية القاضي إلياهو بيتان أن قضية إبعاد القرية لمسافة خمسة كيلومترات عن مفرق المنطقة الصناعية الكيموية ناوت خوفاف والتي تحول دون إنشاء أو التسوية القانونية للمنازل السكنية في هذا الحيز هي قضية هامة تخطيط حارة تسعة لقرية وادة النعم هو ضوء أحمر لأن قرية وادة النعم لنا سنين وأحنا بنستنى في قرار المحكمة أن يتم الاعتراف بالقرية وكان فيه تخطيط كان فيه تخطيط من دائرة الأراضي مع اللي قدمه معيان والزمرة تبعته ما يصير التخطيط بدون مشاركة الأهالي لما ودي يكون فيه تخطيط ناجح لازم يكون مشاركة لأهل في القرية هذا التخطيط لا يليق بنا نحن ناس عايشين في منطقة وادة النعم هذي من عشرات السنين وهذا التخطيط لا يلزم الناس التخطيط هذا غير قانوني 250 متر يقترع على كل أب عائلة 250 متر كيف نعيش في 250 متر هذا مربع العائلة تعتبر قرية واد النعم أكبر القرى مسلوبة الاعتراف ويبلغ عدد سكانها أكثر من عشرة آلاف نسمة وعدا عدم البناء التحتية والكهرباء والحقوق الأساسية فيتعاني من استمرار عملية الهدم التي تهدف إلى التضييق على السكان لقبول مخططات السلطات التي تتجاهل نمط حياتهم القراوي الرعوي أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته منظمة العفو الدولية من استي في البلاد وجود فجوة كبيرة في التعامل مع رفع العلم الفلسطيني ومعناه ورمزيته وأن غالبية اليهود الإسرائيليين والمواطنين العرب في الداخل ينظرون لرفع العلم الفلسطيني نظر مختلفة تماما عن الآخر وبحسب تحليل أمينستيف فإن هذه الفجوة هي نتيجة مباشرة لحملة التحريض الشرسة التي شنها سياسيون ومؤسسات إعلامية وجهات إسرائيلية مختلفة ضد العرب الفلسطينيين والعلم الفلسطيني في السنة الأخيرة والتي تهدف إلى نزع الشرعية عن الهوية الفلسطينية والانتماء إليها وأشار مدير البرامج في منظمة العفو الدولية في البلاد الدكتور يريف مهر إلى أن الاستطلاع يكشف خوف الإسرائيليين الشديد من علام الطرف الآخر ووفق الاستطلاع فإن نصف المجتمع العربي في البلاد يرون برفع العلم الفلسطيني جزءا من الانتماء لهويتهم القومية والوطنية ونحو 35% منهم يرون برفعه أيضا احتجاجا على التمييز ضدهم وفي المقابل يرى أكثر من نصف اليهود الإسرائيليين أن رفع العلم الفلسطيني يرمز إلى عدم الاعتراف بوجود إسرائيل الأمر الذي لم يرد في أجوبة المواطنين العرب في البلاد عشرات شبان والشابات العرب يجهلون مصيرهم بعد أن قدبت النيابة العامة الإسرائيلية لوائح التهم ضدهم بتهم التحريض على العنف والعنصرية وذلك على ضوء المعطيات التي تؤكد أن 77% من لوائح الاتهام في هذه التهم قدمت ضد مواطنين عرب فيما يقول المختصون في هذا المجال أن هذه هي إحدى طرق الملاحقة السياسية خاصة بعد أحداث أيار العام الماضي واضح جدا أن هذه المعطيات تشير بشكل لا يمكن تفسيره غير أن إسرائيل تؤكد العنصرية التي تمارسها ليس فقط قولا وإنما فعلا عندما تقوم الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة بتقديم هذا الكم الكبير من لوائح الاتهام والنسبة العالية جدا 77% في ملفات على التحريض فقط ضد العرب بينما نجد أن الذي يحرض بشكل واضح للعنف ضد العرب والعنصرية هم المجتمع اليهودي الذين يغنون أسبوعيا الموت للعرب في كل مكان يدعونا في قطل العنصرية ضد العرب ويعني عمليا النية بالعامة والشرطة التي تحرك ساكن بهذا الجانب والأخطر من ذلك أننا وجدنا أن هذا تقرير الشكل بشكل واضح إلى أن هناك ملاحقة لقيادات في المجتمع العربي بملفات واتهامات في التحريض بالمقابل تتجهل السلطات الإسرائيلية تحريض اليهود مواطنين عاديين وأصحاب مناصب رفعة على العرب دون حسيب أو رقيب وفي كثير من الأحيان يتحول هذا التحريض لاعتداءات على أرض الواقع نحن نعرف أن هناك انتقائية لما عشرات الشكاوي إحنا وغيرنا منقدمها بقضايا تحريض ضد العرب يتم تصنيفها تحت حرية التعبير عندما يقوم أي شخصية عربية مثل الشيخ رائد أو أي شيخ تاني أو أي شخصية تاني في تقديم تصريحات اللي يجتم منها عدم الموافقة يعني بالنسبة لإلنا هي تعبير عن الرأي يتم تحقيق معه وتقديم لائحة اتهام هناك عشرات الحالات أيضا من التحقيق معه بدون لوائح اتهام ولكن هذه المعطيات تبرهن عمليا وهي معطيات عمليا رسمية تبرهن أنه في نهاية المطاف هناك انتقائية في تنفيذ قانون يعني ما يسمى منع التحريض تثبت الأبحاث في كل مرة سياسات إسرائيل التي تستهدف المجتمع العربي وخاصة فئة الشباب منهم والتي تحتاج إلى خطط مدروسة لمواجهتها قبلت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون طلب المرأة العربية المهددة من مدينة الليد التي رفضت طلب الشرطة بالانتقال إلى ملجأ للنساء المعنفات في أعقاب تهديدات على حياتها وخشية تعرضها لجريمة قتلة وكانت المحكمة قد أصدرت السبت الماضي قرارا استثنائيا بناء على طلب الشرطة يلزم المرأة بالانتقال إلى ملجأ للنساء المعنفات يذكر أن مجموعة من الأشخاص المقربين من المرأة المهددة قد أطلقوا النار على المنزل مرتين بهدف قتلها أصيب عامل يبلغ من العمر 60 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو في ورشة بناء في مدينة رعنانة وجرى نقله إلى مستشفى بيلنسون لتلقي العلاج وفي مدينة كرميل أصيب عامل يبلغ من العمر 64 عاما بجروح متوسطة إثر سقوطه عن علو خلال عمله وتم نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج أذى وفتحت الشرطة الإسرائيلية ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين إلى جانب إختارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد الصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى يبدو بأن حرب الشوارع آخذة في ازدياد لتحصد 67 قتيلا من أبناء المجتمع العربي منذ مطلع العام وحتى الآن في حصيلة تشير إلى ارتفاع مقلق في المعدل العام السنوي لضحايا حوادث الطرق حيث لقى 109 مواطنين عربا مصرعهم في العام الماضي و99 مواطنا في العام 2020 ويرجح كثيرون إلى أن السبب الرئيس هو حصول معظم أبناء الشباب على رخصة قيادة في جيل صغير وهو جيل متهور وغير واع بما يكفي لأهمية التزام الحذر والمحافظة على قواعد السير يرى مختصون بأن أحد أهم السبل لمحاربة الآفة هو رفع نسبة الوعي وزيارة التفقيف المروري خصوصا لدى الأطفال لإنشاء جيل واع حذر وقادر على الصياقة بشكل سليم والإنصياع للقانون وقد أثبتت هذه النظرية نفسها في مدينة حيفا التي عملت على زيارة التوعية والتفقيف المروري لتقلص عدد الضحايا إلى صفر مقاررة بعشرة ضحايا العام الماضي إحنا تابعنا من خمس سنوات لحد اليوم إحنا كل الوقت بدزايد من 27% وما فوق اليوم إحنا تعدينا 30% سنويا العربي يعني إحنا منحكي على فوق الثلث لآخر السنة ممكن يكون يعني مثل السنة المرأة تجاوز 109 أشخاص اللي هن قتلوا بالشوارع طبعا منهن إحنا منحكي على صائقين ومنهن كمان اللي هي بخارج البيوت اللي ماشيين بالشوارع اللي هن كمان أطفال بحوادث المنزل ساحات المنزل إحنا كبلدية حيفا بمركز الأمان على الطرق منشتغل عن أكثر عن طريق الإرشاد للأجيال اللي جاي اللي هي للطفولة من الملوش من الطفولة في عنا بمركز الإرشاد كمان صفوف الرابع والخامس والسادس منشتغل كمان كثير على موضوع التوعي لصفوف العاشر و11 و12 وصل عدد ضحايا حوادث الطرق لشهر تموز الحالي إلى 26 ضحية مقارنة بـ 17 من نفس الشهر من العام الماضي مما يعني ارتفاعا بعشرة ضحايا ولكن نسبة ضحايا العام الحالي انخفضت بـ 5% مقارنة بالعام الماضي إلا أن المجتمع العربي لم يشهد انخفاضا حيث ازادت نسبة ضحايا حوادث الطرق في البلاد لتصل إلى 28% أصدر فريق الفحص الذي تم تشكيله للتحقيق في استخدام جهاز الشرطة برمجيات التجسس التي طورتها شركة السايبر الهجومي أن أسأو تقريرا نهائيا جاء فيها أن الشرطة حصلت على مواد محظورة من خلال استخدام برمجيات التجسس كما أكدت اللجنة أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت قدرات تكنولوجية فاقت سلطتها القانونية دون إبلاغ السلطات القضائية وأشار تقرير فريق الفحص الذي ترأسته نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية المحامية عميد ميراري إلى أن الشرطة لم تستخدم أدوات أن أسأو للتنصط دون إصدار أمر قضائي إلا أنها لم تبين للمسؤولين في وزارة القضاء طبيعة الأدوات المستخدمة في التجسس وقدراتها الفائقة وزعم التقرير أنه لا يوجد ما يدل على صحة الإدعاءات التي تفيد بأن جرى اختراق أجهزة دون إصدار أمر قضائي في حين أوضح أنه تم العثور على عدد قليل من الحالات التي لم يتطابق فيها الأمر القضائي الصادر مع عملية التنصط على المكالمات الهاتفية التي نفذتها شرطة الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا الطرف مخيم السلامي والطفولة السادس والثلاثين للشبيب الشيوعية في عرابة بمشاركة مئات الأطفال وعشرة المرشدين والمتطوعين في ترشيحة أهمية هذه المخيمات التي تنظمها الشبيب الشيوعية أنها ليست فقط مخيمات ترفيه إنما هي تركز على الجانب الوطني والوعي الوطني للشبيب وشريحة الشباب وحتى من جيل الطفولة المباية لأن هذه القيام القيام الوطنية والقيم الإنسانية لا يطلقاها شبابنا للأسف الشديد في جهاز التربية والتعليم والمدارس وخاصة في كل ما يتعلق بأدبنا وشعرائنا وتاريخ شعبنا والنكبت شعبنا والمسيرة النضالية والكفاحية التي مرت فيها جميعنا العربية المخيم خلينا نقول هو أكبر عمل تطوعي بتعمل الشبيب خلال السنة بس هو مش عملها التطوعي الوحيد تطوعنا هو عبارة عن فعاليات كل السنة إحنا بنعملها بدون أي مقابل بالعكس مرات بتيجي علينا على وقتنا وحتى على مادياتنا بس بنفس الوقت إحنا بننطي بحب ومننطي بشغف لهذا المحل لأن إحنا مقامنين بالفكرة مقامنين بهذا الطريق غير أنه ببني أطفال اللي تربع على قيمة التطوع يركز المخيم على أهمية التعاون والتنوع في البرامج التي تتمحور حول أهم القضايا التي يمكن أن يتعرض لها الطفل من خلال مواكبته لتطور التكنولوجي إلى جانب عمله على جانب التثقيف السياسي والوطني بالإضافة إلى الاعتماد على نفسه والمحافظة على أغراضه الخاصة وبلورة استقلاليته في تدبير أموره اليومية مخيمنا كيف حكيت مخيم الست وثلاثين مخيم تد سنوات اللي هدفه يزيد الوعي والثقافي لكل طفل بهاي البلاد وبالأخص بعرابي من ناحية نزيد ناحية ثقافية ترفيهية تسقل شخصية فعنا فيه بالمخيم في عندك التحديات البرنامج المبني من السفر قالوا بالزمنات أن الكبار سيموتون والصغار سينسون فإحنا تنوعنا في البرنامج بين تثقيف وترفيه هو عشان الصغار ما ينسوش الصغار اليوم زي عم نشوف عنا جيل كثير بلتهي بالتلفونات جيل مؤثر عليه التكنولوجيا فالتكنولوجيا هي مصدر المعلومات الرئيسي لإله اللي بتحكم بالتكنولوجيا اليوم كل ياتنا بنعرف مين عشان ما تصلش معلومات خاطرة إحنا بنصحح هذه المعلومات لإلهن عن طريق الندوات والورشات التثقيفية المنعطيها ساعة في اليوم للطفل هي غنية أكثر بكثير عن ساعات بخضيها على التلفونات والتكنولوجيا بيصالوا منها معلومات خاطئة تؤكد الشبيبة الشيوعية في عرابي من خلال مخيماتها على تعزيز روح التطوع والعطاء في مواجهة مخططات السلطة وعلى رأسها الخدمة المدنية والعسكرية بالإضافة إلى توعية الأطفال والأجيال الشابة على مبادئ وطنية وتقديمية وسياسية في ظل منظومة تعليم مشوهة تقودها وزارة التعليم لاستهداف الهوية الفلسطينية للأطفال والطلاب شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد الفتاة درار الحج صالح البالغ من العمر 17 عاما في مدينة جنين والسشهد الفتاة درار وأصيب آخر بجروح متوسطة واعتقل عدد من الشبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم مدينة جنين يذكر أن قوات خاصة مستعربين اقتحمت المخيم برفقة جنود الاحتلال وجرافة عسكرية وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسي للدموع والصوت بكثافة صوب الشبان ومنازل المواطنين دانت الرئاسة الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظ القدس المناضل عدنان غيف وأكدت أن الإجراءات الإسرائيلية بحق عاصمة فلسطين ومناضليها لن تثني عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن المقدسات والعاصمة الأبدية وبدوره اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن ذلك امتداد لسياسات التضييق الممنهجة التي تمارسها تلك السلطات ضد الأهالي الفلسطينيين في المدينة المقدسة في محاولة عبثية منها لتهويد المدينة وأسرلتها وفرض وقائع زائفة فيها وطالب سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن المحافظ غيث ووقف انتهاكاتها وممارساتها العنصرية ضد أهلنا في العاصمة المحتلة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة